يتفق الفاعلون المؤسساتيون الذين استشارتهم لجنة إعداد النموذج التلموي جديد حول المكتسبات الديمقراطية والإنجازات المتعددة التي يمكن للمغرب أن يفخر بها ويرى هؤلاء الفاعلون حسب تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التلموي جديد أن الضعف المقرؤية الذي يطبع كيفية اتخاذ القرار تجعل تدبير الزمن السياسي محاطا بعدم اليقين ويغذي ضعف الثقة لدى المواطنين كما تدل على ذلك نسب المشاركة في الانتخابات التشريعية والمحلية حسب اللجنة ويضيف التقرير أن الأحزاب السياسية التي تمت استشارتها وهي 31 حزبا في المجموع تختلف حول أسباب هذه الظاهرة غير أنها تقرر بضرورة عادة التفكير في النموذج التلموي وتسريعي وتيرة الإصلاحات ودع بعض الفاعلين المؤسساتين علاوة على ذلك إلى تعزيز حماية الحريات والحقوق الفرضية والجماعية تضيف اللجنة التقرير العام حول النموذج التلموي الجديد أورد أن الفاعلون الاقتصاديون والشركاء الاجتماعيون عربوا عن قلقهم من جراء اتساع دائرة الاقتصاد غير المهيكل والذي يضر بتنافسية المقاولات في نظر الفريق الأول ويمنع حماية الشغيلة بالنسبة للفريق الثاني أي الشركاء الاجتماعيين وفضلا عن ذلك تضيف اللجنة فإن الفاعلين الاقتصاديين قلقون إزاء العلاقات المتوترة التي تربطهم بالإدارة ونقص الشفافية في قواعد اللعبة الاقتصادية مستشهدين بنظام التحفيزات الذي يعتبرونه قائما على التمييز ويصب في مصلحة بعض القطاعات على حساب قطاعات أخرى تقرير النموذج التلموي الجديد يضيف أن المركزيات النقابية نددت بالأوضاع الهشة للشغيلة وضعف الالتزام بالحوار الاجتماعي لدى الأطراف الأخرى أما فيما يتعلق بالإدارة أوردت تقرير أنها تدرك تفاقم سلبية صورتها لدى المغاربة الذي يجسده ضعف ثقة المواطنين والفاعلين إزاءها ويشكو مسؤول الإدارة الذين تم الإنصات إليهم من ضعف الموارد البشرية ومن القرارات المتناقضة لتنفيذ سياسات عمومية مفتقرة للوسائل اللازمة ويقر مسؤول الإدارة حسب التقرير العام بالمستوى الضعيف لروح المبادرة لدى الموظفين والمسؤولين وهي الظاهرة التي لا يمكن فصلها عن منظومة تدبير الموارد البشرية المعمول بها والتي ترتكز على الأقدمية وعلى الحص على الامتثال أكثر منه على حسن الأداء في العمل